أعزائي أواصل حديثي من وادي قدرون من سفر أعمال الرسل الإصحاح الثاني عشر رأينا أن هيرودوس أغرباسي الأول مد يده وقتل يعقوب أخو يحنى بالسيف رأى أن هذا الشيء يرضي بل يسر اليهود قبض على بطرس ووضعه في السجن الداخلي ووضع عليه حرس أربعة رابع أي ستعشر عسكري كانوا بيتناوبوا يحافظوا على الرسول بطرس هذا الإصحاح بالواقع إذا أردت أن أعطيت تلخيص من مزمور أربعة وثلاثين آية خمستاش وستعش عينا ربي نحو الصدقين وأذناه إلى صراخهم وجه الرب ضد عاملي الشر ليقطع من الأرض ذكرهم الشيء الجميل أن بطرس الرسول اقتبس هذه الآية في رسالته أيضا عندما كتب في رسالته في بطرس الأولى إصحاح 3 آية 12 الله يرى تجاربنا الله يسمع صلواتنا عندما ألقي القبض على بطرس في شيء جميل جدا حدث اجتمعت كل الكنيسة في أورشاليم في بيت يحنى مرقص وابتدأت تصلي من أجل بطرس الرسول لربما سائل يسأل لماذا يسمح الله بموت يعقوب ويسمح أيضا بحرية بطرس أو لماذا يسمح الله بموت استفانوس كشهيد نحن لا نعرف أو ندرك كل الأسباب لكن ما نعرفه الله له السيادة والسلطان المطلق سواء بالحرية أو بالموت الله استخدم أن الرسالة تنتشر إلى كل أنحاء الأرض شدد بالقوة المؤمنين أن يتكلموا بجرأة وبجهارة ومن خلال الصلاة وحدت الكنيسة بصوت واحد ونفس واحدة بدون أي خوف ممتلئين من الروح القدس لكي يواجهوا هذا الحدث ليس بالانتقام وليس باللعن الأعداء وليس بالمحاربة أو الشكاية لكن بقوة الصلاة ومحبة الأعداء وضع بطرس في السجن وكان عليه حراسة شديدة وطبعا كان في مناوبة بين العسكر كان يربطه إيد بطرس في يد العسكري لكن بطرس كان مربوط بسلاسل مع العساكر وعارف أنه في اليوم الثاني بعد العيد رح يحكم عليه بالإعدام وشيء آخر يعقوب قطع رأسه صديق بطرس من أيام الطفولة عاشوا في منطقة بيت صيدة وكفر نحوم عاشوا في المسيح فكيف ينام في هذه الظروف ما هذا السلام الذي يتمتع به بطرس الرسول هذا السلام العجيب الذي يفوق كل عقل أو السلام الذي يتحدث عنه مرنم وكاتب المزمور بسلامة أتجع بل أنام أعتقد سببين رئيسيين السبب الأول صلوات المؤمنين بلاجاجة اجتمعت الكنيسة كانت تصلي بلاجاجة بصوت واحد وكانت تصلي ليلا ونهارا وكانت تصلي صلوات محددة هي أن الله ينقذ بطرس الرسول نعم الله يرى التجارب اتألمت الكنيسة من موت يعقوب ونحن لا ندرك كل السبب لكن ندرك أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله هذه الصلوات ليلا ونهارا كانت سبب في إنقاذ بطرس الرسول لكن السبب الثاني والسبب الأهم أدرك بطرس أن هيرودوس لا يمكن أن يمد إيده عليه لأن السلطان هو بيد الرب تتذكروا معي في إنجيل يوحن الإصحاح الحادي والعشرون الرب يسوع وعد بطرس أنه سيكون شيخ عجوز وأنه شخص سيقتاده وكان مدرك أنه ليس سيموت في هذا المكان سيموت في روما ويموت أي ضن صلبا فكان نايم نوم هادئ بأعتقد أن الكنيسة كانت مثارة أكثر من بطرس الرسول حتى عندما أنقذ جاء وقرع للباب لم يصدقوا أنه كان بطرس بل روح بطرس أو ملاك بطرس الرسول كان موجود هناك كان بيتمتع بسلام عجيب أدرك أنه الأمر مش في يد هيرودس أغرباس اليد هو في إيد الرب